فمسلا الكتاب المقدس بيقول ايه على مصر ويتمنى خراب مصر وده اللي هم هيعملوا في مصر يعني او عملوه شوف مصر كانت في عدر اسم مرسل متقدمة ازاي طب النصر حين يعملوا انقلاب عسكري ليه شوف بقى الكتاب المقدس سفر اشعية اصحاح واحد تسعتاشر بول ايه واحد من جهة مصر هو ده الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر الرب جاي الى ايه الى مصر فترتجف اوهانه مصر من وجهه ماشي ويدوب قلب مصر داخلها بمفروض مصر تفرح ده يزوب قلب مصر يقولي بقى واهيج مصريين على مصريين الرب اتاحه يقولك انا اعمل فتنة بين الشعب المصري وهذا ما حدث هيجوا عسكر الصليب على الشعب المصري المسلم والشرطة على الشعب المصري المسلم واهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد اخاه نرى تلاقي واحد خائن داخل في قوات عسكر الصليب واحد تاني مسلم مع الشعب المصري المسلم وتلاقي اللي داخل في عسكر الصليب بيحارب اخوه المسلم الشعب المصري المسلم وهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة زي في سوريا وقوات المسلمين في سوريا لما قامت تشير بشار عملت ايه؟ راحت المخابرات الامريكية كلفت المخابرات الاقليمية العميلة انشؤون فصائل اخرى تحارب الفصائل الاصلي مفروض من قوات المسلمين هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عهده ما راح قابل القفار في بادر كان في بقى والله بواقر الصديق عمل نفسه فصيله ومسميه كذا عمر بن خطاب عمل نفسه فصيله مفيش كلامه هي دولة واحدة وقوات واحدة لكن المخابرات الامريكية كلفت الخوانة في المنطقة لا انشئوا بقى فصائل فصائل ضرار تعمل ايه؟ تقسم صفو المسلمين وبعد كده يقول لهم ايه؟ انضووا تحت الفصائل الخائنة اللي احنا انشأناها وفصائل كلها صغيرة وتفهة وكلام فاضي خائنة يعني خائنة واحد خائن انت ليه ما بتنضمش للفصائل الاسلام قوات المسلمين الاصلية انضم القوات المسلمين الاصلية بخلاص ايه الاسمه كذا وشوري طيب كلام فاضي وهيج مصرين على مصريين فيحرمون كل واحد اخاه وكل واحد صاحبهم مدينة مدينة ومملكة مملكة وده اللي بيحصل ايه؟ وتهرق روح مصر داخلها ده الرب بتاع النصارى ولزيك ده مخططهم اللي بيحصل في مصر وقفني مشورتها فيسألون الاوثانة والعازفين واصحاب التوابع والعرافين تلاقي كيس واحد ممكن يقول لك النصارى العديم ما عرفوش نعم نصارى العديم ما عرفوش لكن الكنيسة عرفة والاسوسة عارفيني الكلام ده هم بدرسوه ويؤمنون به وأغلق على المصريين في يد مولى قاسن يعني ملك قاسن زي السيسة هاو والعسكر فتسلط عليهم ملك عزيز ويقول السيد رب الجنود هاو على العسكر السيد رب الجنود على العسكر وتنشف المياه من البحر ويجف في النهر وييبس الأرسيزوكس النصارى في أسيوبيا أطعوا الماء عن مصر المسلم والنصارى في نهر متضامينين معهم عادي يعني هم حاجة المسلمين يروحوا في ستين ده لأنهم سيطروا على السحرة الغربية والسحرة الغربية دي بقى أنا ذهبت إليك ضحيارات ما بالتلاتين كيلوم السحرة العاجة هم صحروها ده أنهار ولكن ممنوع المسلمين يروح ده ممنوع تقرب نحيطه أصلا و وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواق مصر ويطلف القصب والأسل عرفتوا بيعملوا إيه ده كل مخطط حصلة والأسل والرياضة على النيل على حفة النيل وكل مزرع على النيل تايبس الرياضة اللي هي الحضائق يعني كل مزرع على النيل تايبس وتتبدد ولا تكون والصيادون يأنون أهو وكل الذين يلقون شزع شزع في النيل ينوحون والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون ويخذ الذين يعملون الكتان الممشط والذين يكون الأنسجة البيضاء وتكون عمد الكز طيب بقول لك في ذلك اليوم ده العنف عند النصارى ده اللي بيحصل في ذلك اليوم وتكون مصر كالنساء فترتعد وترتجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليه وتكون أرض